لسه مستمرين في القصص القرآن ومع قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا السلام تعالوا نقرأ الآيات من صورة إبراهيم يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يغفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم هذه الآيات الكريمات البينات المباركات النيرات دعوات من سيدنا الخليل عند بيت الله المحرم لما جاء بسيدنا إسماعيل وبزوجه السيدة هاجر إلى بيت الله الحرام قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم طبعا بواد غير ذي زرع يعني صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء حتى إن ستين هاجر قالت لسيدنا إبراهيم آه الله أمرك بهذا هل ربنا أمرك إنك تجعلنا في هذا المكان في هذه الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء لا مأوى ولا أحد يجيرنا فيها قال نعم قالت إذن لن يضيعنا الله من كان مع الله كان الله معه لا تخف من أي شيء روعك كن مع الله يكن ربي معك خليك مع ربنا ولا تبالي بأحد كن مع الله ولا تبالي فسيدتنا هاجر قالت الله أمرك قال سيدنا الخليل نعم قالت إذن لن يضيعنا فدعا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وبعدين بأدع دعوة يا ربنا ليقيموا الصلاة يعني اجعل ذريتي ونسلي من أهل الصلاة لأن الصلاة فيها إظهار للعبودية فيها إظهار لوحدانية الله جل وعلا صلى لله أي اتصل بالله الصلاة صلة صلة بين العبد وربه جل وعلا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وهذه الدعوة استجابها الله لسيدنا إبراهيم وجعلها في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة أنت حضرتك تبقى جاي من الحرم عامل عمر أو حج وعدت إلى بيتك وأهلك وأولادك ولو سألناك بتتمنى إيه تقول عايز أروح تاني الكعبة وعايز أروح أعمل عمر مرة تانية وعايز أصلي في الكعبة المشرفة آدى دعوة سيدنا إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة ذريتي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إلى هذا المكان وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون معناها إيه؟ معناها إن حضرتك بتبقى عايز تشتري حاجة معينة ودي قالها الشيخ الشعراء والله يرحمه في التفسير قال لك تبقى عايز تشتري حاجة معينة ومش لقيها في بلدك تروح السعودية تلاقيها في مكة ليه؟ هذا قول الله جل وعلا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا حاجة اللي انت عايزها تلاقيها في مكة ببركة دعوة سيدنا إبراهيم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون